طب نعف عندي باجي شوية يمكن أنت برضو بتابع بشكل مباشر ودائما بتابع مباراة النادي الأهلي شايف الخطوات اللي باجي داخل فيها بدأ يمكن شوية والناس كان عندها شوية قلق في المستوى الفني الباجي وآه لا ده مش مناسب لكن أخيرا أنا شايف أنه هو بدأ يباني أنه هو لا ده رأس حربة واعد جدا على مستوى الصورة على مستوى ضربات الرأس على مستوى التحرك كمان على مستوى الأسست بدأ يعمل الأسست بشكل كويس شايف باجي إزاي في الفترة الأخيرة باجي لما النادي الأهلي تعقد معه تعقد معه في يناير دخل في نص الموسم طب أنت لما لا بعيد بيجيبه من بداية الموسم بيجيبه عنده الأفضلية يعمل فترة إعداد مع الفريق يحصل انسجام تجانس داخل الفريق فدخل في وقت مهم ووقت صعب وسط الفريق النهاردة لما نيجي نشوف الأرقام بتاعة باجي في ماتشاته الحاجات الإيجابية اللي عملها هنلاقيه في مباراة بيراميتس سجل هدف حسب ليه وشارك في صناعة الهدف التاني اللي شاطها أليو ديانج للفاس بيها النادي الأهلي المباراة دي نشوف في المباراة كانت الأهم في الموسم مباراة سان داونز المباراة الأولى في السادة القاهرة نزل الشرود التاني وصنع راكل الجزاء أو ضرب الجزاء كان هو مشارك فيها برسبة كبيرة نروح لمباراة سان داونز التانية اللي كانت في جنوب أفريقيا برضو بدأ المباراة من أولها وكان ليه دور مهم جدا وقدم مباراة كبيرة مباراة أسوان طبعا أحرز هدف لا يعني لأ باجي خامة مبشرة نقدر نقول إن شاء الله مع الفترة الجاية لما يبدأ ياخد ماتشات أكتر يحصل تجانس أكتر وسط الفريق لا يعني خامة مبشرة إن شاء الله ومكسب للنادل أهل